اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في القناة اشتركوا 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 في القناة فمحطوط من 25 سبتمبر الشحن الى 2 اكتوبر فهذه الفترة سيتم شحن الايفون لك طيب الان ستضغط على continue الان هنا البيانات ستضع عنوانك عادي جدا عنوان التوصيل والشحن الخاص فيك وهنا هيكون السعر الاجمالي هذا سعر الجهاز وهذه سعر الضريبة طبعا الضريبة تختلف من ولاية الولاية وفي حتى بعض الولايات ما يكون فيها ضريبة وفي بعض الولايات ضريبها عالية فعلى حسب صندوق بريدك اصلا اللي عندك هناك فانت ما تقدر تحدد شي طبعا هنا الشحن او الاستلام من الفرع وهنا الشحن للعنوان وهنا اللي هو البيمنت فاخراص هنا هتضغط continue وبعدها هيتم خصم المبلغ بناء على الفيزا اللي هتجيك بالخطوة التالية اللي انت هتحط بينات الفيزا عادي جدا فلو تمت الموافقة هيتم سحب المبلغ من الفيزا حقتك ومبروك عليك الجهاز ان شاء الله هيوصلك لكن لو ما تم سحب المبلغ خلال مثلا نصف ساعة او ساعة او يوم او يومين او ثلاث ايام شيك على ايميلك هتلاقي ايميل بالرفض من شركة ابل انا اتعامل مع شركة WS1 بحط لكم رابط الشركة اسفل هذا المقطع وفيه شركات شحن جدا كثير تعطيك صناطيق بريد امريكي فيه شوبان شيب فيه WS1 فيه جدا شركات كثير فيه ايضا البريد السعودي واصل عالمي فانت شي راجع لك انا علمتك الاساسيات الله يوفقكم ان شاء الله ويعطيكم الف عافية ولا تنسونا من لايك وسبسكرايب بالقناة اشتركوا في القناة